بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الخامس لمقرر هندست البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم إن شاء الله عن موضوع اسمه Use Case Modeling أو النمازجة اليوز كيس وهي يا جماعة عبارة عن برضو Graphics شكل بس بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن تفاعل النظام مع إيه؟ يعني External Systems معي يبقى إذن بيعبر عن تفاعل النظام اللي هو السيستم اللي احنا بنبنيه مع الExternal مع إيه؟ المحيطة بيه تمام؟ وبنقول إيه كبير يا جماعة؟ بنقول إن مكوناته أو المكونات اللي اعتبارها لجوها والأشخاص لجوها بنسميهم Actors بنسميهم إيه؟ Actors معي؟ آه والكائنات اللي بتتفاعل ده يا جماعة ممكن تكون أشخاص أو Systems أخرى طب تعالوا ناخد مثال مع بعض؟ يلا زي ما انت شايف كده Mental Health Secure Patient Management System إزاي نرسم اليوز كيس بتاعي؟ خلي بالك بقى هناخد مثال بسيط لليوز كيس أو دياجرامي الكيس لمين؟ المنتينت هيلس كير لنفرض مثلا إن إحنا المنتينت هيلس كير بيتعامل مع الميديكار ريسيبشنست اللي هو مين موظف الاستقبال معي؟ ونفرض إن الميديكار ريسيبشنست عايزين إلبيانات من هذا النظام إلى نظام آخر يعني هتفعل مع ناس تانية مش كده؟ اللي هو مين بقى؟ البيشانت ريكورد سيستم أو نظام بيسجل معلومات المريض طب أرسم الكلام ده إزاي؟ أعتبر إن الميديكار ريسيبشنست أكتر والبيشانت ريكورد سيستم أكتر تاني ويتم التعبير عنهم على إيه الشخص زي ما أنت شايف كده؟ ترسوم على إيه الشخص؟ والبيشانت ريكورد سيستم برضو شخص آخر بالرغم من إيه؟ بالرغم إن الميديكار ريسيبشنست فعلا بيبل ناس مش كده؟ لكن البيشانت ريكورد سيستم ده نظام ده سيستم بس إحنا اتفقنا إن الأكتر يتم تمثيلهم على هيئة إيه؟ على هيئة إيه؟ أشخاص سواء كانوا ناس أو سيستمز يعني ده أكتر وده أكتر تاني أوكي؟ بالرغم إن ده بيه ميديكار ريسيبشنست يعني شخص ولكن ده بيشانت ريكورد سيستم ده يعني إيه؟ نظام طيب عملية اللي بتتم مبينهم التفاعل اللي بتتم مبينهم اللي هي نقل البيانات تتحط في شكل بيضاء وزي ما أنت شايف كده ترانسفير دات طيب الانتقال من مكان لمكان تاني أو من نظام لنظام تاني بيبقى بسهم زي ما أنت شايف كده بقى عمل سهم معناه إن أنا بنق الـ data من الميديكار ريسيبشنست لمين؟ للبيشانت ريكورد سيستم طيب تعلم إيه؟ نقبر الشكل شوية ونشوف الميديكار ريسيبشنست بالتفصيل ممكن يعمل إيه؟ الميديكار ريسيبشنست ممكن يكون يعمل عدد من الأفعال زي إيه؟ ريجستر للبيشانت يسجل المريض خلي بالك بقى الفعل يبقى موجود في شكل إيه؟ بيضاء وزي ما أنت شايف كده يبقى إحنا اتفقنا الميديكار ريسيبشنست ده أكتور مش كده؟ أه والأكتور ده بيكون بعدد من الأفعال مثال لها ريجستر بيشانت ان ريجستر بيشانت يلغي تسجيل مريض فيو بيشانت انفو انفو يعني انفورماشن يعني بيشوف بيانات المريض أو ترانسفير للداتا نقل بيانات أو كونتاكت بيشانت أو يتصب البريض خلي بالك يا جماعة ده جزء من النظام جزء من أفعال ميديكار ريسيبشنست يعني هل ممكن ممكن نظام يكبر طبعا ممكن نقبر النظام ونقول بقى إيه ترانسفير للداتا مين بقى هنسم كده أكتور ونقول إيه بقى نقول إيه بيشانت ريكورد سيستم اللي احنا خدناها قبل كده بيشانت ريكورد سيستم إذن اللي أنا دلوقتي بوضحه لك ده جزء من إيه من أفعال أكتور ممكن أنت بعد كده بقى إيه تكبر السيستم بحيث يتفاعل مع سيستمز أخرى زي ما احنا خدنا قبل كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر